نقدمها لكم من قناة النهار ونستهلها بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا أجواء صافية ومستقرة على كل المدن الشمالية حتى الجنوبية للوطن نصل المشاهدين إلى تفاصيل الوضعية الجوية اليوم الاثنين بداية بالصبيحة نرتقب أجواء مستقرة ومشمسة مع تشكل صحب عالية على كل المدن الساحلية والداخلية وصولا لشمال الصورة الجنوب الغربي حتى أقصى وشرق الجنوب لكن يبقى التقص مشمس وصافي على باقي المدن السحراوية مع تطاير الرمال بشمل ووسط الصحراء وحركة رياح تكون معتدلة نسبيا درجات الحرارة الدنيا لصبيحة الاثنين بحول الله تصل إلى حوالي 12 درجة على وهران 11 درجة بالجزائر العاصمة حتى الأغوى 9 درجة بعنابة 4 درجة ببتنة 8 درجة بالبيض بشر 18 درجة حتى ورقلا 17 درجة بالوادي 6 درجة بغردية 23 درجة بعين صالح واتندوف 24 درجة بأدرار 18 درجة بثمان راس في حين سنسجل 20 درجة بإليزي وعن الوضعية الجوية المتوقعة لظاهرة الاثنين نرتقب أجواء مستقرة وصافية على كل المدن الغربية حتى الوسطى والشرقية للوطن سحب عابرة بشمال السورة حتى بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي لكن يبقى التقس مشمس وصافي على باقي المناطق الصحراوية مع تطاير الريمال على الصحراء الوسطى وحركة رياح تكون معتدلة نسبيا درجة الحرارة القسوى لظاهرة الاثنين تسل بحول الله إلى حوالي 26 درجة على وهرى 24 درجة بالجزائر العاصمة 21 درجة بعنبات 19 درجة ببتنة 27 درجة بالبيض 29 درجة بالأغواط 34 درجة ببشار 32 درجة بمنطقة غردايا 31 درجة بورغلا 28 درجة بالوادي 40 درجة بعنسالح 39 درجة بأدرار حتى تندوف 33 درجة بتمنرس و36 درجة بإليزينا مرو بكامل الحالة التقس المتوقعة لليلة الاثنين إلى الثلاثة نرتقي بجوء مستقرة صافية على كل المدن الشمالية حتى الجنوبية مع حركة رياح تكون معتدلة نسبيا إضافة إلى بعض الصحب العابرة التي تكون بدون فعالية على الجنوب الغربي درجة الحرارة الليلية ستسل إلى 14 درجة على وهران 12 درجة بالجزائر العاصمة 13 درجة بعنبا 16 درجة بالأغواط 14 درجة بالبيض 8 درجة ببتنة 17 درجة بالوادي 18 درجة بغردايا وورغلا 22 درجة ببشار 23 درجة بتندوف حتى عنسالح 24 درجة بأدرات 20 درجة بطمان راس و 21 درجة بإيريزي نصير بكم مشاهدين إلى حالة البحر اليوم الاثنين سيكون مضطرب على السواحل الغربية والوسطى أيضا نتيجة رياح شرقية إلى شمالية شرقية ستتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة وبحر قليل الإطراب لمضطرب على السواحل الشرقية بسبب رياح غربية إلى شمالية غربية ستتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم في الساعة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام هذه توقعاتنا لأحوال التقسي يوم الاثنين والله أعلم شكرا على طيب المتابعة في أمان الله